طيب حسنا سهلا بكم في فيديو جديد النهاردة انا جاي احكي تجربتي من الشراء من موقع ووش ويستلام المنتج ويقالتي بتاعت المنتج الخامات بتاعت المنتج عاملة ازاي هقولكو التجربة بتاعتي بالنسبة لدفع الجمارك واستلام المنتج تم استلامه ازاي وكلام ده احبب بس اوضح ان انا عملت الفيديو ده قبل كده عندي على القناة ولكن كان جودة الصوت سيئة والناس اشتاكت يعني من جودة الصوت سيئة وان جودة التسجيل في فيديو وردو كانت سيئة فالناس طلبت اني اعيد الفيديو من اولو جديد فلازم نوضح ان دي تجربة شراء يعني تعتبر من سنة ومص تمام بس نوعا ما مقعه يعني انا متابعه من الفترة ومتابع الناس اللي تشتري منه وهو ما تغيرش ما تغيرش كتير اخش في الفيديو على طول ونبدأ نتكلم عن موقع وش ونحكي تجربة الشراء يلا بينا طيب برجعنا مرة تانية اول مرحلة هي مرحلة ان انت بتخش على موقع وش نفسه موقع وش تقدر تدخله عن طريق ان انت تكتب وش دوت كوم عادي جدا ده دومينة الموقع هتكتبه عندك في البراوزر في المتصفح بتاعك وش دوت كوم هيفتح لك الموقع سواء بقى على الموبايل او على الكمبيوتر الاثنين واحد او اتنين نفس الامكانيات وموجود للاي او اس موجود للاي او اس موجود للادرويد يعني هو للادرويد بشكل عامل ازاي بهذا المنظر بتاع الاي او اس بهذا المنظر الموقع هو متوفر على الاي او اس واندرويد ومتوفر ان انت تخشه من البراوزر بتاعك عادي جدا مفيش مشاكل طيب اول مرحلة انت تعمل ساين اوب سهل جدا هتكتب اسمك الاولاني اسمك الاخر اسم او اسم العائلة تكتب الاي اميل بتاعك تكتب الباسورد بتاعك وتعمل ساين اوب هبعث لك اميل على الاي اي الاي اي اميل اللي انت سجلت بيه تعمل بيه تعمل بيه خلاص اعملت تقدر تخش تعمل 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 ساين او لوجين لوجين بتخش على الموقع وتشوف كل حاجة موجودة على الموقع الموقع مست وان هو كل يوم بينزل عروض تمام اااااا continuات تستعمل انها بتبديك مفاتيح تقدر تستخدمها في الشراء تمام مفاتيح ديان بتبديك ديسكاونتات تمام فوق الحاجات اصلا من اللي معمول لها ديسكاونتات وهنا في عرض بيقولك ان انت تستمتع بخمسين في المية خاصة لما تحط الكود ده وانت بتشتري فرد لحد ده ايه وماكس ديسكاونت 100 دولار تمام فدي المنتجات اللي انت تقدر ايه تشتريها من مقر ايش طمع هتلاقيها منتجات متعددة جدا هتلاقي فيه الالكترنيات هتلاقي فيه ساعات هتلاقي فيه هدوات للكاميرا هتلاقي فيه هدوم هتلاقي فيه حاجات live hacks مواد علاجية زي مثلا ده عند بتاع الصال الناس اللي عندها مشاكل في صابعها الاحتكاك في الصابع هتلاقي من المنتجات طبية زي ده كتير هتلاقي ايه حزمة للدعمات حاجات كتير جدا مخدات بص يعني الجواكت هاي جواكت وجواكت هتلاقيها الخامة بتاعتها كويسة جدا بصعار تافها جدا يعني 890 جنيه اممممم سماعات لوتوس طبعا الحاجات الهتلاقي فيه حاجات كتير جدا free طبعا انت هتلاقي زي ما احنا شوفنا السماعات دي عام free بس انت تدفع بتاعتها انت تدفع سعر الشحن بتاعها بس لا اكثر طبعا انت لما تجي تسليمها هتدفع لالجمالك خلنا نفرق ما بينها كتير انت سعر الشحن ده سعر الشحن بتاع الحاجة من الموقع تمام يعني ده شيء انت تدفعه من الموقع طيب لما الحاجة بتجي لك بيجي خلاص بقى هو الموقع اخرج برا الموضوع انت كده بقى تتعاملك مع الجمالك تبع البلد بتاعتك احنا عندنا في مصر بتاعتك مع مصر مصر في الجمالك وبرضو بالنسبة لان الحاجة لان هتوصل لك عن طريق ايه هتوصل لك عن طريق البريد بشكل رئيسي لو هي عدت من الجمالك فهيبقى في مصاريف للبريد هنتكلم في كل الكلام ده كله بعد بس ايه ما نجرب او ريكو ازاي تشتيره او ريكو انا اشتريت ايه ونشوف الدنيا ماشي ازاي هنا عندنا نظاره ايه يعني كوالتي بتاعتها تكون شابه السورة طبعا انت في حاجة مهمة انت بتشتري الموقع وش بالذات انت لما تكي تخش على المنتج هتخش مسا على المنتج ده تخش تشوف ايه الرفيوز تمام ان هي في الغالب بتبقى مزبوطة انت هتخش تلاقي ناس بتشتم عادي في البيع تمام وانت هتبص على البيع ده نفسه ريتنج بتاعه ازاي تمام والمنتج نفسه ريتنج بتاعه عامل ازاي الريتنج بتاع المنتج اهو تمام اه البيع نفسه بتلاقي عديل علامة ديا تمام ان انت ده بيع مدعوم تقدر تشتري منه اي حاجة تمام اه يعني اواخد ريتنج عالي فالموقع بيدعمه فاحنا قلنا المنتجات متعددة طبعا تقدر توصل لان انت ايه تكتب اسم الحاجة انت عايزها او تخش على الكاتجوريز من هنا عندك اوتليف والواتش الساعات والساعات والاكسسوريز والجادجت والحاجات الكتير او ده تمام فان انا تجربتي في الشراء من نوقع وش كان بدأت بحزامي ما اقول تجرب في حاجة يعني ايه وش مش هتبقى فيها مشكلة يعني حتى وان كانت الكوالت بتاعتها وحشة هي حزام في الاول في الاخر فانا اشتريت الحزام اللي هو ثانية احدى كده وش هل ارد ريت بتاعتي او انا اشتريت الحزام دون من موقع وش بحزا الشكل الحزام كان موجود بحزا الشكل يعني بحزا المنظر في الصور نفس الصور نفس الصور بتاعت المنتج ده نفس السنة او تربط اللون الاسود فطبعا اللون الاسود والتوكر بتاعته اللونها الفضي تمام والحزام طبعا الحزام يعني هنا هتلاقيه سعره 137 جنيه مصري فانا ساعتها كان معمولة لي عرض بوان دولار فانا اشتريته بوان دولار ساعتها يعني اكيد مش اشتري الحزام بمية سبعة وتعاتين يجلب الجنيه مصري يعني عبالما يوصلني بقى واجع ديماني تنمام فالمفروض ان انا دخلت طلبت هذا المنتج انت بتخش على اي منتج طبعا المنتج ده وطبعا المنتج ده اللونتج ده فانا مش حارفة احاول لاشتري تاني و بالنقطة أخش نشتري بتاع ده ستختارها عن ٢٠٩ تخطي تطبي تقطع بي طبعا انت بتشتري هتلاقي بقى وحاجة كتير جدا أنت هتستفد بيها لو تزبطها طبعا هنا حط المستر كارد بتاعتي فمش هينفعت لو يدوست وقصة order انت كل انت بتعمله بتحط البتاع ولو عندك كوبون مسلا الكوبون بتاع الكوبون ده مسلا خدته كوبية حطته هنا بتابلايه ما عامش الكوبون ده valid على الملابس اهو اعمال لي خاص من خمسة المية تمام اه بتعمله ده لو عندك كوبون وبتدوز وخلاص انتهى الامر على كده ان انت اشتريت ان انت بتشتري الorder والorder بيتحط عندك في السيستم وبيقول لك حالته ايه يقول لك حالته ايه هل الorder دوا اه تم شحنه ودلوقتي تم تجهيزه وكل التفصيل دي امتظر تتطبعه عن طريق انت بتخش اه سأعيني بتخش على اه الorderز طبعا دي الorder هستري بتاعتي ببضلت ان انا اشتريتها اهو بيقول لك يعني جالي تجهيزه بعد كده اتشحن بعد كده اه خلاص بيتير قرر بيوصل تماما يعني بعد كده خلاص هيقول لك خلاص هم متوقعين وصوله في الوقت الفلاني طبعا بعد ما بيوصل في الوقت الفلاني بيتم بقى ايه اه شغل بقى ايه شغل ده شغل الجمالك والخاصة ببلدك تماما فالموضوع اه بيبقى حسب بقى الجمالك وحسب شغلها ممكن اردر يعني اردر داون كانت قال لي من الموقع انه هو هياخد تقريبا شهر عشان يوصل وكل الناس كانت بتنون انه هو هياخد شهر وصني فقف ايال وخمس شهر يوم فعلى حسب الحاجة اصلا ده في الاول في الاخر حزام يعني تمام اردر وصني اه تمام فيش اي مشاكل خالص طبعا وصني عم تريد البريد البريد بياخد حاجة اسمها اه مصاريف اعلام مصاريف الاعلام دي بتبقى اربعة شهر جنين يعني من وقت الشراء الاوردر بتاعك ات اربعة شهر جنين بيهلمك تلات مرات بعد ان بيهلمك تلات مرات بيرجع بقى الاوردر لايه للمركز الرئيسي بتاع اه البريد المركز الرئيسي بتاع البريد اللي هو فين تابع القاهرة بتاعنا الوف رمسيس وطبعا الحاجة بتوصل من جمارك على رمسيس بيضاي فلتروها حسب الرقم البريدي اللي انت ضايفه طبعا خلنا احنا ما نسينا نتكلم في النقطة ديا انت وبتشتري بتبقى محدر عنوانك وكاتبه مزبوط وكاتب اقرب اه بريد ليك عشان هو ده اللي هيتوصل على الاوردر هو ده اللي هيتبيع على الاوردر بعد ما يوصل للمحاطة لما يوصل للمحاطة لما يوصل للبريد الرئيسي مكتب الرئيسي اللي هو فرمسيس او حسب طبعا البلد اللي انت عايش فيها والمحافظة اللي انت عايش فيها اه فلازم تكتب الرمز البريدي كويس جدا طبعا اي بوصد دلوقتي في مصر بالنسبة لنا تروح هتلاقي مكتوب عليها الرمز البريدي بتاعك تبه فرقة وانت بتكتب العنوان اكتب العنوان بالتفصيل ويحط ايه ويحط الرمز البريدي بتاعك ده كده ما فيش اي مشاكل خلص بالنسبة لكده تمام فالموضوع ان الاوردر بيوصل من الجمارك على مكتب البريدي الرئيسي اللي هو فرمسيس وبعد ما يوصل للمسيس بيبدأ يفلتروه حسب اللي هو رمز البريدي ويبدأوا يبعطوه لك على ايه على عندك على البريد بيتاخد زي ما قلنا مصاريف اعلام اللي هو بيكلموك في التريفون او بيبعطوه لك جواب البيتهما في الغالب بيبعطوا جواب تمام لان يروح على طول فهو لا يبعط لك جواب انه عارف ان كده كده الجواب ده مش هيوصل لك هيكسل البوستاج انه هو يبعطو لك فهيرميه مع ايه حد في ايه حد ينسى حصل معي الموضوع دوت يعني فهيعلموك مرة واثنين وفي الثالث هكلموك في التريفون او مراتش استنامة الوردر هيرجع رمز سيستاني وهيفضل موجود لمدة تقريبين 14 يوم وبعدين يرجع ايه بيرجع بردتي او في الغالب يعني هو مفروض يعني قانون ان هو يرجع هو لا هما في الغالب ما بيرجعوش هما بيسيبوه موجود وانت طبعا خلاص عايز تستلمو استلمو مش عايز تستلمو خلاص يعني انا مش خاصة ما عنديش فكرة بعد ما انت بعد ما انت ما بتستلموش لفترة ايه هما بيعملو بايه ما ارشوا بياخدوه يستخدمو الله اعلم يعني بس الفكرة او بيتحفز مثلا الله اعلم فانت حاول ان انت تبقى تسأل تعلم مركبة الاتبعه هو فين مع veel واصل لكلام فازي ما قلنا كده بيديوك مصاريف الاعلام دا يعني تبقى 14 جنيه فانا علمت مرتين فدفعت 14 في اعلمت مرتين 14 في 2 طبعا وعلمت مرتين الاتبع 10 في 2 العملي من المسارات وcu Jeez of everyone كلموا في التلفون في التالتة تاتد ك4 في 2 دي كانت مكتوبة في الفطورة فبعد Beck dopamine يعني بعد ما روحت الوردر نفسه قالت لي المرة الثالثة فعملت مزودة ايه مزودة 14 جنيه كمان وبعد كده بيدفعه بقى مصاريف ادارية ملهاش اي سبب وملهاش اي فهم يعني انت اسمها حتى مش مفهوم مش هتقي مفهوم بالنسبة لها هتلاقي ما يعرفش المصاريف ادارية كم جنيه معرفش ايه طيب انا الوردر بالنسبة لنا كلفني كام انا الوردر بالنسبة لنا كنت جايبه بواحد دولار ايه مكان دولار ب 16 جنيه تقريبا اه دفعت عليه مصاريف ادارية اه اه افلت الموضوع ده كله على بقى ده 50 جنيه انا فاكر ان انا الحزام ده كلفني 50 جنيه طيب تمام ده بالنسبة للمصاريف طبعا يعني حصل بعد كده ان الجمارك زادت فانت هتلاقي يعني نسبة الجمارك على الوردر نفسه هتلاقيها زادت دلوقتي تقدر تخش تكتب الجمارك اه تكتب اسعار الجمارك الجديدة للمنتجات الالكترونية او المنتجات بقى الاوتلت او المنتجات الهدوم او الحزمة او الكلام ده كله تمام لذا تخش تشوفها مع ان انت هتفهم هتلاقيها ارقام في المية عشان هي انا طبعا ده لستة كبيرة جدا لو دخلت لوقتي عشان ادعبس فيها هنتشل تمام طيب في حاجة مهمة انا عايز اقولها بالنسبة لاشتراك من على موقع وش عموما حاول ان انت يعني تجرب الاول بيع في المنتج لان موقع عش من احد الموقع اللي هو عليه حاجات جامدة جدا تمام وعليه حاجات معفنا جدا حاجات مش تمام كتير جدا يعني انت ممكن تشتري حاجة في الصورة مظبوطة تمام وتجيلك تلاقيها مش قوي يعني فتوقع ان حاجة زي كده تحصل فلازم تجرب البيع ان هو يعني تشتري من بيع تجربه في حاجة جات كويسة تمام مجاتش كويسة خلاص فانت وبرضو يفضل انت تاخد اسم الحاجة دي انت تدور عليها على النت تشوف هي اصلا شكلها الفعلي عامل ازاي لان طبعا احنا عارفين الدعائيات الصورة الدعائية اللي بتتحطر اي منتج مش هي هي الصورة الفعلية للمنتج نفس يعني مثلا الكعب ده وان الكعب ده يبعد في مصر هنا بس طبعا شكله مختلف تماما على المنظر ده فهل هو المنظر ده هو اللي موجود ولا هو نفس الكعب بقى في مصر اصلا المصريين مش بيجيبوه من الهوى يعني ما اكيد جايبينه برضو نصين فحاجة كده لازم تاخد بالك منها ان انت تجرب وفي نفس الوقت برضو ما ترميش فلوسك يعني ما تشتريش حالك كتير يعني بفضل انت تجرب من منتج مرة واحدة بعد كده عاجبك تشتري منه كتير ما فيش مشاكل لان يعني انا كان في ناس كيف جدا بتكلمني بتقول لي انت ما عايز اشتري هدوم على الموقع ايش واتجر فيها فانا ببساطة بقول نفس الكلام انت تخش تشتري خطع واحدة من كل موديل اللي عاجبك وتجرب هو موقع ايش في اولف الاخر موقع مخاطرة موقع صيني موقع ده اصلا صيني فانت في الاولف الاخر بتعمل مخاطرة ان انت بتشتري من عليها فلازم تاخد بالك من النقطة ده وتقدر برضو تشوف ريفيوز لناس اجانب كتير جدا بتشتري من موقع ايش وبيحصل نهاية يعني في الغالب بيحصل ان في منتجات مش مزبوطة بتباع على الموقع ايش فلازم زي ما قلنا تاخد بالك من الريتنج وتاخد بالك ان الوردر ده فريفايد وان انت تاخد بالك ان الوردر ده عاملة ازاي والدنيا مش هزاي طبعا انا هوريكم فيديو دلوقتي اه يوريكم شكل الحزام اللي انا اشتريته تمام اه شكله عامل ازاي في الحقيقة تمام والكواليتي بتاعته عاملة ازاي يعني هنديك ريفيو مصغر عن الحزام اللي اشتريته وعشان يعني يبقى دليل كده على اه اه الكواليتي بتاعت موقع ايش من البيع اللي انا اشتريت منه هذا الحزام طبعا الحزام ده مش متوفر دلوقتي سول ده اوت زي ما احنا طيب احنا هنشوف دلوقتي الحزام اه الحزام بس يعني ايه انا بستخدمه من الفين وستاشر من تاريخ من تاريخ وصوله لحد دلوقتي استخدام يومي يعني في كل تحركات يبلبس الحزام ده الحزام ده قوي جدا يعني اكتر حاجة انا عايز اتكلم عنها هي الخامة اللي متصنع منها الحزام نفسه الخامة اه محترمة جدا انت ملمسها في ايديك تحس انها غالية يعني اه مش يعني هو مش حزام تعبان يعني عشان كده بيبعوه فري انا معاه شو ما كان بيبعوه بواحد دولار ازاي يعني انا بيزبالي ده حاجة فري وان دولار ده كم مصري كانتها بستاشر جنيه في حاجة رقم تافه يعني احنا في مصر هنا الناس عارف ان الحزام ده شبهوا بيتباع كتير جدا بس انا جربت الاتنين يعني بتاع العتبة ده قصة وده قصة تانية خرص يعني الخامة اللي متصنع منها بتاع العتبة بتبقى خامة بلاستيك تحس ان هي بلاستر كلها بلاستيك بلاستيك يعني ما بيبقاش بيتنى معاك كده ويروحوا الكلام ده كله بلاستيك ممكن تقطع ما انت ولعت فيه نار هتلاقيه النار مسكت فيه وسيح على بعض بلاستيك لكن ده قماش يعني ده نوع فيه نوع من النار القطن طري كده والمالة ما استطاعه كويس جدا ما تيجي تولع فيه بالنار حتى مش هتلاقيه بلاستيك بسيح وكلام ده لا بيتحرق الحتة الحديدة دي اكتر حتة بتطير في الحزام اللي هو اللي باعه في مصر بعشرة جنيه في العتبة ده دي متثبتة تثبيت بشع الحزام قوي جدا التوك بتاعت الحزام بلاين ما فعلهش اي حاجه بس شكله حلو جدا طبعا اتقشرت مني وبادلت تجي تليبس كتير اللي في مصر عندنا بيتحط فيه البتاعه هنا كده وبفيه بكرة لكن ده انت بتفتحه يعني انا عايز افتحه بس انا مسك الكاميرا بداية بتفتح كده وبتحط الحزام وتقفره دي حاجه مميزة جدا انت سهل الموضوع بده ما تقعد تلف بكرة وتشيله وبتاع بقى صعب جدا في انت بتفكه حزام التاني ده والتوكة شكلها بلاين كويس جدا واللون محترم والحزام بصراحة محترم انا شايف الحزام كويس جدا بالنسبة للسعر التافع بتاعه بس كده طبعا زي ما احنا شوفنا الحزام والكوالت بتاعته مراجعة بسيطة كده عنه اعتقد ان في منتجات على مقاش تستحق ان انت ممكن تشتريها فعلا وتنفعك في حياتك بشكل جميل جدا يعني خصوصا الحاجات الفري دي يعني انا دايما بحب ان اخش اشوف الحاجات الفري دي ونطفع عليها شحن واجبها لان كده كده الشحن التعب ببقى تافي تمام فانت مش خصوصا الحاجة او انت كده كده فري يعني شغل الساعات دون انا اعرف فكذا حد اشتري ساعات من على موقع ووش شوتر او انت ساعات كويسة طبعا مش اكيد مش ساعدي انا دي ساعة تعبانة جدا حاجة كتير هتلاقيها فري موجودة على موقع ووش فعلى تطبيق الموبايل هتلاقي في فلاتر ان انت تقدر تختاري حاجاتك فري بس تظهر لك في كل قسم وتقدر تجرب وتشتري وتقول لنا يا ريت لما تشتري كده تقول لنا ريفيو بتاعك لموقع ووش في الكومنت ات اه اتمنى تكونوا في الفيديو عجبكم وتمنى ما كنتش طورت عليكم انا راغيت كتير واعظمني راغيت كتير جاريت اه لايك وكمنت وسبسكرايب وشيرو الحاجات الجميلة دي عشان هي الحاجات دي نهي اللي بتخلنا نقدر يبع عندنا شغف وعندنا طاقة ان احنا نكمل ان احنا بنامي حاجة بنفيدكم بيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشوفكم في فيديو بديو ان شاء الله